اما نادي الزمالك فمصدر في نادي الزمالك قال لنا في رقم 10 ان محمود علاء مدافع الفريق رفض تمديد عقده لمدة عام اضافة قبل رحيله عن الزمالك محمود علاء شايف انه عقده بينتهي بنهاية موسم 2024 ومش محتاج انه يجدد سنة كمان ورفض انه يجدد عقده لمدة سنة اخرى حتى 2025 ومش من النادي الزمالك اهرى لمدة سنة وهيرجع مع الزمالك يكمل موسم واحد ورعة رابطة الاندية ان شاء الله هتكون يوم 9 اكتوبر ورعة الدوري المصري الممتاز ورعة ان شاء الله نتمنها عادلة كل الفرق كبيرة وكل الفرق مميزة وكل الفرق تستطيع ان يعني تعمل مباريات محترمة واداء جاية في الدوري الساجئة الصفقات رائعة كل الفرق جاهزة وتحس كده ان الدوري السنة اللي جاية مفيش اندية هتبقى عايزة تصرع الهبوط كل الاندية هتلعب فوق اتمنى يعني